قانون واحد يتضم مخصص لها هذه الجلسة ويكون جدول أعمالها وهو مقترح قانون يقضي بتغيير وتسميم الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي المصدق عليه بمقتضى الظاهر الشريف رقم 195413 الصادر بتاريخ 28 جمدى الثانية 1382 الموافق 26 نوانبر 1962 الكلمة للسيدة مقررة للجناء للجناء العدل والتشرية وحقوق الإنسان لتقديم تقرير الجناء في الموضوع شكرا لسيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد رئيس المحترم سيدة الوزراء المحترمون السيدات والسادة النواب المحترمون في الحقيقة ما يشرفني أن أعرض على المجلس الموقع لتالث مرات قرار اللجنة العدل والتشرية وأنا أقوم بهذه المهمة وأحاول أن أفي بها لأن أعرف ما لذلك من أهمية لأننا حين يكون المشاريع القوانين أو مقترحة قوانين في جميع اللجنة كل اللجنة عندها نحن لم نصلوش نعرف المشاريع القوانين الأخرى أو التي لم تعرض على اللجنة إذن نحن نحتم قوة المجهود نتمنى أن نفي بالمطلوب السيد نائب المحترم طارق إذن يشرفني أن أعرض على المجلس الموقع تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول دراستها لمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصر 475 من جموع القانون الجنائي المحال من مجلس المستشارين والتي عقدت للجنة بشأنه اجتماعين بحضور سيد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وبرئاسة سيد وهبي عبدالطيف وفي اجتماع اللجنة المنعاقد بتاريخ سبعان مايه 2013 تقدم السيد الوزير بعرض أشار من خلاله إلى أن مجلس المستشارين صادق بالإجماع على هذا المقترح الذي كان في البداية ينص على حدف الفقرة الثانية من المادة 475 القانون الجنائي ويتضمن بعض التأديلات الأخرى وأن الحكومة تفاعلت إيجابا مع هذا المقترح بالموافقة على حدف الفقرة الثانية وإضافة ثلاث فقرات لنص المقترح مضيفا السيد الوزير أن الفصل 175 القانون الجنائي المذكور أتير بشدة من طرف بعض الفاعلين الحقوقيين والجمعويين بعد واقعة انتحار للمغتصبة أمينة الفلالي بالعرائش حيث وجهت للفصل 175 من القانون الجنائي وجهت للفصل 175 من القانون الجنائي أصابع الاتهام موضحا أن هذا الفصل لا يقول بزواج المغتصبات وإنما بزواج المغرر بهن وأنه في بعض الأحيان قد يكون وسيلة ناجعة لاحتواء مشكل خطير يتعلق ببعض الوقائع التي تكون ضحيتها الفتيات القاصرات مضيفا أيضا أن الإحصائيات التي أنجزتها نيابات العامة عبر الربوع المملكة لم تتجاوز حالة خلال سنة 2010 و2011 لم تتجاوز حالات الزواج التي تمت في إطار الفقرات جوجب الفصل 475 حالة ودعا السيد الوزير في الأخير إلى أن يكون التوجه العام وهو حدف الفقرات الثانية والموافقة على إضافة الفقرات الثلاثة لقد كان هذا المقترح قانون محل نقاش مصفيد من طرف جميع السيدات والسادة النواب والنائبات المحترمين وانقسمت الآراء بين مؤيد للتعديلة الجديدة المدخلة على الفصل 475 وبين معارض لها بين مؤيد وبين معارض لهذا المقترح قانون بين المؤيدين للتدابير الوقائية والعقوبة الرادعة التي جاء بها وبين معارضين ورفضهم لحدف الفقرات الثانية من الفصل 485 من قانون الجنائي المذكور مشيرين أن الزواج في بعض الأحيان يكون وسيلة ناجعة لاحتواء واقعة الاغتصاب ويحل دون سقوط القاصرة المغتصبة في الانحراف مع عدم جدوى إضافة الفقرات الثلاثة التي اقترحها التأديل الحكومي وصادقة عليها مجلس المستشارين لأنها منصوص عليها مستقلة في القانون الجنائي وفي الأخير صادقة أعضاء اللجنة العدل وتشريع بالإجماع على حدف الفقرات الثانية بعدما كان أيضا تجاوب السيد الوزير مع حدف الفقرات الثلاثة التي أضيفت للفصل 485 من القانون الجنائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا سيدة مقررات الجنة العدل وتشريع وحقوق الإنسان شكرا سيدة مقررات الجنة العدل وتشريع وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان شكرا